يعني بقى تفيه توعية اكتر للناس انا دلوقتي لو نشرت فكرة انا في شكل تماكنة توعية لحنا عمينا حلقة خاصة عليها كمان لو نشرت فكرة ان انا يا جماعة بعد الوفاء انا مش محتاج اعضائي فيه ناس كتير بتقلق من مدودة مفيش حد بيعمل كده يعني هاتلي مثلا حد واحد في المية من موجودين في مصر دلوقتي بعد الوفاء بيستغل ده حتى لو هو يستغل زي ما الدكتور قال بيستغل في ان هو تجارة مش مش تبرع بالشكل الليجل يعني تمام فان دلوقتي انا عندي توعية يا جماعة الموضوع يحصل له حزم اكتر في مستشفيات في هيئات حكومية كبيرة هو ده انا بتبكلم فيه مع اخززنا هاتي يعني ان يكون فيه قانون بيشمل الحاجات دي كلها عشان يمنع بيع يمنع سودة يمنع حد يدير حد يمنع مصب على ناس هو اوجب ان بيتم في زي ما قلنا في المنشآت المستشفيات او المنشآت التابعة لوزارة الصحة ومرخص لها بمزاولة النشاط ده وان هو بيتم تحت تشكيل لجنة عليا بتطبع متشكل من قبل وزارة الصحة وبيرقصها وزير الصحة بشخصه كويس فطبعا اي مخالفة للقوانين دي ليه عقوبة والمائة 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 طبعاً وبتتشدد العقوبة مثلاً في حالة الوفاء اللي هو المنقول منه بتتشدد العقوبة بتترفع الغرامة من 500 ألف لمليون جنيه وفي حالة علمه اليقيني بأن العملية دي هتسبب بالوفاء بيتنسب له عقوبة القتل اللي عمد مع عصب كل إسرار يا رب بجد أي حد بيستغيل للناس ده كله يتطبق عليه الحبس بقى غرامة تدبير احترازية طبعاً غير كده طبعاً مصادرة الأموال وشطبه من النقابة وغلق المنشأة اللي تعمل فيها كلمة